النجح فيه لعابة الترجي انبارح وكنت بتكلم فيه هو فكرة ان هم يخرجوا لعابتنا برا تركيزه فيه لقطات كتيرة جدا جدا النجح فيها لعابة الترجي ان هم ينرفزوا لعابتنا ومدام تنرفزت يعرف انك انت خرجت برا التركيز بنسبة 100% في المباراة بيحصل عملية تشتت بيحصل عملية لغبطة بيحصل عملية توتر سميها زي ما تسميها لكن كل ده ناتج عن فكرة استفزاز الطبيعي في الملعب ويمكن اللي ساعد على ده بقصد أو بدون قصد يعني ما قدر شاكم بصراحة لكن انا بشوف انه مصطفى غربال حكم مباراة مبارح هو صحيح بيصنف على انه واحد من افضل حكام افريقيا وانا بمنطقة الصراحة يعني كنت بعتقد انه واحد فعلا من افضل حكام افريقيا لكن الحقيقة انه ظهر بمستوى يمكن ما كانش موفق يمكن ما كانش يومه صحيح ما تقدرش تقول انه كان ليه اخطاء مؤثرة على نتيجة المباراة او ليه اخطاء كارثية لكن دايما طول التسعين دقيقة خد بالك احساس اللعيبة في الملعب بالحكم يختلف تماما عن احساس الجمهور اللي في المدرجات او اللي ورا الشاشات وكمل اخطاء الوهمية اللي اتحسبت على نادي الاهلي مبارح اخطاء مفهاش ادنى مجل الشك مفهاش شبهة الفوت مفهاش شبهة ارتكاب مخلفة كمل اخطاء الوهمية اللي حسبها مصطفى غربال مبارح على لعابة النادي الاهلي في المباراة اعتقد سهمت بشكل كبير جدا في احساس لعابة النادي الاهلي بالظلم او بعدم موجود العدالة التحكمية في ملعب المباراة وده اللي استفزوهم اكتر او اللي دفعهم اكتر انه هما يخرجوا عن تركيزهم في نفس الوقت واللي واضح جدا كان بالنسبة لي برضو وانا اسمحولي معلش النهاردة بتكلم بوجهة نظري اكتر انا كنت حاسس مبارح الحقيقة انه فيه استهداف لمفاتيح لعب النادي الاهلي بعنف جديد حتى لو ما كانتش بغرض الاصابة او خروجهم من حسابات المباراة زي ما حصل مثلا مع علي معلول فعلى الاقل يبقى فيه حالة من حالات التخويف او الارهاب لو جاز التعبير في انه كل اللعب يخاف على نفسه لانه مستهدف ده شفتوا مع اكتر من لعب النادي الاهلي مبارح لقطات عنف حتى دي ما كانش المصطفى غربال دور فيها انه يحمي لعابة النادي الاهلي او على اقل لانه يحذر لعابة الترجي من اللجوء للعنف في اوقات كتير جدا وفي اماكن كتير جدا من الملعب ممكن تحسبها الغير مبر يعني افهم انه يبقى فيه حالة عنف لو فيه خطورة على المرمى ممكن يلجأ اللعب هنا لفاول تيكتيكي او لفاول عنيف عشان يحمي المرمى بتاعه من خطورة لكن فيه كور ميتة على ارض الملعب لا تستدعي التدخلات العنيفة دي ومنها حصل مرة مع امام عشور حصل مرة مع حسين الشحات حصل مرة مع علي معلول فمصطفى غير بال حقيقة لم يكن موفقا وان كان خلينا برضو لما بتفقين انه ما كانش سبب باي شكل من الاشكال في وصول النتيجة لنتيجة سفر سفر